أعربت رئيسة تنزانيا سامي حسن عن شكرها لمصر ورئيس سيسي للتعاون المشترك في إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري وخلال احتفالية بمناسبة بدء الملء الأول لخزان السد قالت رئيسة تنزانيا إن ما تم إنجازه هو أهم مراحل المشروع معتبرة أنه يمثل تنمية شاملة ومستدامة للبلاد وأكدت رئيسة تنزانيا أن المشروع يمثل تنمية شاملة ومستدامة للبلاد حيث يفتح مجالات كثيرة في مجال التنمية الزراعية